الدنيا أليس مصير ذلك إلى انقضائي فبالدنيا تساق إليك عفوا أليس مصير ذلك إلى انتقالي وما دنياك إلا مثل ظل أظلك حينا ثم آذن بالزوالي أحبتي ليس المطلوب ترك الدنيا بتاتا فإن هذا ليس بالإمكان ولكن المطلوب الاعتدان في طلبها على وجه مباح لا يصد عن ذكر الله وطاعته قال سبحانه يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون وقال يا أيها الناس اتقوا ربكم واخشوا يوما لا يجزي والد عن ولده ولا مولود هو جاز عن والده شيئا إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغروب لو لم يكن في الدنيا عين إلا أن أهلها يموتون لكفاحة بكى أحد الصالحين عند موته فقيل له ما يبكي فقال أبكي أن يصوم الصائمون ولست فيهم ويدكر الذاكرون ولست فيهم ويصلي المصلون ولست فيهم انظر على ماذا يبكون والروح منك وديعة أودعتها ستردها بالرغم منك وتسبو وغرور دنياك التي تسعى لها دار حقيقتها متاع يذهب والليل فعلا والنهار كلاهما أنفاسنا فيها تعد وتحسب وجميع ما حصلته وجمعته حقا يقينا بعد موتك يذهب تبا لدار لا يدوم نعيمها ومشيدها عما قليل يخرب الموت هو الحقيقة التي لا يستطيع الإنسان مؤمنا كان أو ملحدا أن يفر منها ذكره يردع عن المعاصي ويلين القلب القاسي إنه أمر فضيع وأليم يفضح الأسرار ويهدك الأستار ويبدي العورات ويذكر الحسرات لو نجا منه أحد لنجا منه خير البشر محمد صلى الله عليه وسلم الذي قال الله له إنك ميت وإنهم ميتون فإنا لله وإنا إليه راجعون وقال له سبحانه وما جعلنا لبشر من قبلك الخل أفئم مث فهم الخالدون كل نفس ذائقة الموت جاء عند أحمد بإسناد جيد أن نبي الله داود عليه السلام رأى يوما رجلا في داره فقال من أنت فقال أنا الذي لا أهاب الملوك ولا يمنعني الحجاب فقال له داود عليه السلام فأنت والله إذن ملك الموت لا يمنعه مانع ولا يحجزك حاجم قال لقمان لابنه يا بني أمر لا تدري متى يلقاك استعد له قبل أن يفاجئك أمر لا تدري متى يلقاك استعد له قبل أن يفاجئك فكيف بك إذا نزل بك مرض الموت وحلت ساعة الاحتضار ووقف أبوك المشفق بجوارك وأمك الحنون وأولادك الصغار والكبار من حولك قد أحاطوا بك إحاطة السوار بالمعصم ينظرون إليك بعين الرحمة والعطف والشفقة قد سالت دموعهم وحزنت قلوبهم يرجون لك الشفاء ويتمنون لك البقاء ولكن هيهات هيهات حيل بينهم وبين ما يشتهون فلا يملك أحد من الخلق أن يزيد في عمرك أو يرد إليك عافيتك إن الذي أعطاك الحياة بلا اختيار منك هو الذي يسلبها منك فلله ما أخذ وله ما أعطى وكل شيء عنده بمقدار إنا لله وإنا إليه راجعون قال رجل لداود الطائي أوصني قال عسكر الموت ينتظرونك قال أوصني قال عسكر الموت ينتظرونك كان مالك بن دينار يقول والله لو استطعت ألا أنا ما نمت فقيل له لماذا يا أبا يحيا قال أخشى أن يأتيني ملك الموت وأنا نائم ولا أريد أن يأتيني إلا وأنا على عمل صالح فلله درهم لكن قل بالله العظيم كيف ستكون الخواتيم سمع عامر ابن عبد الله المؤذن يؤذن لصلاة المغرب وهو يجود بنفسه في مرض شديد فقال خذوا بيدي فقيل له إنك عليل وقد عذرك الله فقال والله إني أستحي أسمع منادي الله ولا أجيب والله إني لأستحي أن أسمع منادي الله فلا أجيب الله أكبر كم هم اليوم الذين يسمعون ولا يجيبون فدخل في صلاة المغرب فركع مع الإمام ركعة ثم مات ركع مع الإمام ركعة ثم مات قل لي بالله العظيم كيف يبعث يوم القيامة يا قومنا أجيبوا داعي الله وآمنوا به يغفر لكم من ذنوبكم ويجبكم من عذاب أليم ومن لا يجب داعي الله فليس بمعجز في الأرض وليس له من دونه أولياء أولئك في ضلال مبين قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين أولئك في بصيرةي